خلينا نبدي نشرح يونة ستة وثلاثين وفي يونة ستة وثلاثين نتحدث عن الود طيب كتبولي ملاحظة تستخدم الود مع التخيل مع التخيل حدث غير حقيقي مع التخيل حدث غير حقيقي مع التخيل حدث غير حقيقي طيب مثلا يقول تشتري سيارة جديدة يعني هذا شوية فالتخيل يعني يقول من اللطيف جدا ان تشتري سيارة جديدة هذا حدث تخيل يعني هذا هنا مو قال الآن رح يشتري سيارة جديدة لا قال الآن من الجيد بمعنى انه ما يقدر يشتري تخيل مفتاح الحل تباية نيو كار تشتري سيارة جديدة كتبولي ملاحظة أخرى تستخدم الود والهاب والتصريف الثالث مع التخيل في الماضي تستخدم الود والهاب مع التخيل في الماضي تستخدم الود والهاب والتصريف مع التخيل بالماضي فهذا قال تخيل 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 من خلال تخيل يقول إتشايم أنك لم ترى الفيلم سوف تحبه لا أخبرت سام ما الذي حدث لا أخبرت سام ما الذي حدث حاليا سام ما يدري سيكون مسرورا أنا قاعدة تخيل شي عن من عن سام أنا لم أخبره فمن قلت لا أخبره أنا قاعدة تخيل أنه لم يكن مسرورا أنا قاعدة تخيل بأنه لم يكن مسرور تخيل هذا حدث غير حقيقي هل هو قال لي أني غير مسرور؟ لا هو ما قال لي بس أنا قاعدة تخيل من عندي مفتاح الحل لم أخبره إذن الجملة الأولى مفتاح الحل بدون مساعدتهم استخدمنا الود وليش استخدمنا الود وهاب وتصريف؟ لأنه عندي فعل ماضي بأن كلهم فعل ماضي طيب جملة الثانية مفتاح الحل لم أرى الفيلم لم أرى الفيلم لذلك أنا أتخيل بأنه رح يحبه الواراها أنا ما أخبر التام عن اللي الشي اللي صار لذلك أنا أتخيل بأنه رح يكون مسرورا بالنسبة للمقارنة شوفوا مني يقولك أنا أتخيل بأنه رح يكون مسرورا نفس الحل بس الجملة الأولى والجملة الثانية مفتاح أكو طلاب تعودوا من الإعدادية ومن يعني السادس إعداده بأنه الول الماضي مالتها هي ود ويتخيل بأن الود هي ماضي فمن يشوف جملة الود اعتبرها ماضي يتخيلها كل ظنة وكل عقلة بأنه الود هي للماضي لا الود للمضارع الود تستخدم للمضارع مالي علاقة بيها جتني من الول جتني من الكود منين جتني خلجتني الود باللغة الإنجليزية تستخدم للمضارع مو للماضي هاي الفكرة مالتك اللي تتماخذها للماضي الغيهة الود للمضارع زيني شون أحطها للماضي أقول لها ودهاب تصريب ثالث وهذا الدليل قدامك الجملة الأولى قال don't مضارع الجملة الثانية قال don't يعني ماضي والله سألي قاعد يسمعوني نصهم ما يعرفون هاي المعلومة والله العظيم طيب الجملة اللي وراها I would not come I would not come نفس الحالة would not have come الجملة الأولى مضارع would الجملة الثانية ماضي did نفس الحجي ونفس الاستخدام اني يقول لك تقارن بس معناها ماضي كتبونا ملاحظة أخرى تستخدم الود أيضا مع الF إذا لقيت الF تستخدم الود هاي مو F الشرطية لا ملك علاقة بيها أنت هنال ملاحظة اللي قاعد يقولها من تشوف F بتجملة حطوياها وود خلص لاك حر ولاق اه تستخدم الود ويلف منه تشوفون وود تستعمل تستخدم F هاي الفكرة بس لاكثر على الأقل طيب شن الفرق ما بين الول والود لما تجيك جملة بيها ولو جملة بيها وود هنا طبعا هنا هذا جواب يعني هو كامل يقول I will stay a little longer I have got a plenty of time I would stay a little longer but I really have to go now الآن الجملة الأولى يقول I have decided to stay يعني بمعنى حدث يعني شيء واقعي أنا قررت أبقى هنا قرار جديد احنا قلنا الولد تستخدمي القرار جديد تذكرونها يعني طيب من قائل I would stay a little longer but really I have to go now I can't stay longer يعني بمعنى شنوه بمعنى يعني حدث تخيلي أنا أتخيل أنه أنا راح أبقى هنا بس والله ما أقدر لازم أروح نحن مو قلنا الود استخدمي التخيل فهنا يقول I can't stay longer أنا ما أقدر أبقى أكثر من هذا الشيء يعني شون ده يتخيل بأنه راح يبقى هنا ولكن ما يقدر يعني يتخيل بأنه راح يبقى أطول بس ما يقدر يعني عنده إذن الود قلنا نطري الحدث غير حقيقي بات ولكن الولد تستخدميها تستخدميها يعني حدث قرار جديد أو يعني حتى لو تمني مو مشكلة حتى لو تمني يعني حتى لو تمني بيرول ولكن هو حدث حقيقي بالنهاية هو حدث حقيقي بالنسبة للولد أما الود فهو حدث غير حقيقي أشوف قال I would stay أنا أتمنى أبقى بمعنى أنه ما راح يبقى بعدها هذا هو حدث حقيقي هذا هو حدث حقيقي طبعا ما عدنا فد شيء هنا جديد كل نفس الحشي I will I would ما أكو أي شيء جديد يعني I want طبعا I will not I want يعني هنا هسا واحد يدي وحدة تقول لي يعني إحنا هاي جمل بتمنطيها للتوضيع يعني لا حد يقرون لا تقرون ولا عدنا أي شيء ولا عدنا أي فكرة بيهن جديدة وأثبت لكم بأنه الول هي للقرار جديد أوه لا The car won't start لا سيارة ما تشتغل حدث جديد يعني أما الود فهو يعني تمني يقول ليزة was annoyed because her car won't start يعني سيارتها ما قاعد تشتغل يعني was annoyed ان زعجت بأنه سيارتها ما تشتغل يعني ما ما قاعد تشتغل شوفوا يكون فرق شبير يعني هاي قرار جديد هاي فد تخيل أو فد شيء غير حقيقي في الماضي شيء لم يحدث أو غير حقيقي يعني سيارتها ما قاعد تشتغل فاكوا فرق بين الجملتين يعني اكتبوا لي ملاحظة تستخدم الودنت تستخدم الودنت مع الرفض تستخدم الودنت مع الرفض استخدم الودنت مع الرفض استخدم الودنت حتى ترفض لكي يرفض ليرفض شيء معين استخدم الودنت ليرفض شيء معين حاولت هدعه بس ما استمع لي رفض انه يستمع علي السيارة رفضت تشتغل بمعنى رفض 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 السيارة رفض يعتبر لسيارة رفض رفضت ان تشتغل حتى إذا جاب لك هذا جملة. الفعل تغيره. الفعل ما تتجملة تغيره حسب الجملة اللي رح يجيب لك ياه الأستاذ. طبعا هي يعني لهنا. بلي سكشن سي. يقول يعني في الماضي. يقول لك الود أيضا تستخدم بعض الأحيان للماضي. فهنا يعني أنا قلكم إياها لا تقرونها. السي مو مهمة ولا تقرونها ولا تتقربون إلها لا من قريب ولا من بعيد. إحنا خذنا استخدام الود. خذنا استخدام الود بالماضي ورتبناها لكلين يعني. فهذا بالنسبة لي يونت ستة وثلاثين.